مرحباً أعزائي معكم نزار أجيل مرخص في مجال الأقارات في مقاطعة أونتيريو كندا أعزائي اليوم حبيت أن أجيب على السؤال يصلني من أبناء الجالي العربية في كندا والمستثمرين خارج كندا والسؤال هو بإمكانية أن يبني شخص بيت في كندا أعزائي الإجابة على هذا السؤال حبيت أن أستعين بزميلي في الشركة المهندس المأماري فارات إليا وصفته قد قام بتصميم وإنجاز العديد من المشاريع في كندا خلال السنوات الماضية عزيزي فارات هل ممكن أن يبني أي شخص بيت في كندا؟ شكراً نزار والجواب هو بالتأكيد نعم ممكن لأي شخص بناء بيت في كندا وأحنا مثل ما تفضلت خلال السنوات الماضية قمنا بمساعدة العشرات من العوائل والأشخاص ببناء مشاريع ناجحة جداً في مدن المتعددة من كندا مخاطعة تمام ممكن تأطينا فكرة عن نقطة البداية من أين ممكن أن يبدأ الشخص؟ هناك ثلاث محادثات لنقطة البداية المحدد الأول هو اختيار الموقع المحدد الثاني هو تحديد الميزانية وكلفة للمشروع المحدد الثالث هو تحديد الهدف من المشروع هل هو لغرض السكن الشخصي أو لغرض إعادة البيئة؟ ممتاز، إذن ثلاث محددات رئيسية هي التي تحدد نقطة البداية الموقع والميزانية والهدف من المشروع ممكن تعطينا فكرة عن الخيارات المتاحة من ناحية الموقع؟ هناك قوانين بنائية خاصة في كل مدينة من مدن كندا وهذه القوانين تختلف من مدينة لأخرى في بعض الأحيان تختلف اختلاف جذري بالرغم من أن المدن تكون متجاورة طبعاً هذه القوانين تحدد إمكانية البناء أو نوعية البناء على كل قطعة من القطعة المتوفرة بالمدينة بالإضافة إلى أنه يتحدد المساحة الإجمالية للوحدة السكنية اللي ممكن بنائها أو كمية الارتدادات من الشارع الرئيسي ومن المجاورات وكذلك من الخلف بالإضافة إلى الكثير من العوامل التي تلعب دور كبير في نجاح المشروع طيب ممكن تعطينا فكرة أن تكلفة مشروع مثل هذا؟ حتى أعطيك فكرة سريعة لغرض بناء واحدة سكنية بمساحة تقريب 3,000 إلى 3,500 سكور فوت أو قدم مربع وهي من المساحات الشائعة جداً التي نعمل تقريباً 80% من أعمالنا اليومية كلفة مشروع مثل هذا النوع للبناء تكون بحدود 600 إلى 700 ألف دولار وكلفة طبعاً تعتمد على نوعية التصميم وعلى نوعية المواد المستعملة للبناء والإنهاءات نعم، إذن البناء واحدة سكنية بمساحة تترابح بين 3,000 إلى 3,500 قدم مربع وهي من المساحة تكون بيت مكوّن من أربع غرف نوم، أربع حمامات، وفينشت بيسمينت، أو يعني مثل هذا البيت يكلف بين 600 ألف إلى 700 ألف دولار كندي نعم، صح حسنا، نعم، ونحن نتكلم عن الميزانية، هل بإمكانية تمويل مثل هذا المشروع؟ طبعاً، إذا فكرنا في شراء منزل قديم وعملية هدمة وبنائها مثل ما تعرفت خبرتك، المنازل القديمة ممكن تتحصل عليها لحد 80% قرض عقاري ولغرض تنفيذ المشروع عدنا مصادر ممكن يحصل بها الشخص إلى 80 أو 90% من قيمة كلفة البناء وبالذلك ممكن نقول أنه ممكن تمويل المشروع لحد 80% بالإجمال ممتاز لحد 80% أمكانية تمويل مشروع بين شراء البيت القديم الذي يمكن استخدم الأرض لبناء وتمويل المواد وبناء الوحدة السكنية نفسها هذا المبلغ قد يشمل أيضا التصاميم وكل هذه السكاليف ممكن جدا هل ممكن لأي شخص أن يبني بيت في كندا ولا فقط شركات معينة مخصصة كبيرة هي التي تقوم بعملية البناء هناك طبعا نمطين للبناء الوحدات السكنية في مقاطعة أونتاريو النمط الأول هو نمط الشركات الكبيرة الضخمة التي تشتري قطع عراضي زراعية تحولها إلى الاستعمال السكني وتقوم بتقسيمها إلى قطع عديدة وبناء مجمعات سكنية عليها النمط الثاني من البناء السكني في المقاطعة هو بناء وحدات سكنية منفردة وهو مجال اختصاصنا الذي يمكن أن نساعد الكثير من الناس به في هذا المجال هو مجال متاح للأشخاص والأفراد وممكن لأي شخص يدخل في مثلها شكل مشروع بدون أي نوع من المعار الخاص طيب اذكرت من أهم المحددات هو محدد البداية هو هدف المشروع ممكن توضح لي أكثر عن هذه النقطة ما المقصود أنه الهدف من المشروع ما قصدت بهدف المشروع نزار هو أنه هل صاحب المشروع لازم يكون يحدد من اليوم الأول للتفكير بالمشروع هل هو راح يستعمله لغرض السكن الشخصي إلىه والعائلته أو هل هدف المشروع هو هدف ربحي أو تجاري لغرض بناءه وإعادة بيعة طبعا هناك فرق شاسع في طريقة الوصول إلى المشروع بين النوعين من المشاريع الفرق ممكن يكون من اليوم الأول بطريقة التصميم نوعية المواد المستعملة كمية الكلف المصروفة على البناء وهي هاي طبعا مجال اختصاصنا ونحن دائما فخورين بأنه ممكن نضمن أكبر عائدات من الأرباح للناس اللي يتفكر بالاستثمار بهذا المجال ممكن تأطينا الفكرة عن المدة الزمنية اللي ممكن يستغرقها للحصول على رقصة بناء بيت جديد طبعا بعض عملية شراء الأرض اللي تتراوح بين أسابيع متعددة مثل ما تعرف حضرتك نحن خلال فترة عملية شراء الأرض نكون عندنا دائما نفضل أن يكون عندنا تدخل بالموضوع حتى دائما نحاول نحدد قطعة الأرض اللي يكون بها أحسن مجال للبناء بعد شراء الأرض خلال أسبوع أو أسبوعين ممكن أن ننهي الأفكار الأولية للمشروع أو الفكرة التصميمية البدائية بعد ذلك تبدأ مرحلة التراخيص اللي هي أيضا تقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي تراخيص الموقعية أو مخططة الموقع اللي عادة تستغرق بين ثلاث شهرين إلى ثلاث شهور لإنجازها بعد ما نستحصل على هذه الموافقة نروح إلى المخططات النهائية أو المخططات التفصيلية للمشروع اللي تستغلق تقريبا بين أربع إلى ستة أسابيع للحصول على رخصة البناء كاملة ويكون المشروع بهذا اليوم الحصول على رخصة البناء جاهز تماما للعمل بالبدء طيب وكم ممكن يأخذ من وقت بناء أو إنجاز هذا المشروع الكامل؟ إنجاز المشاريع حسب الخبرة اللي صارت معنا بالسنين الماضية تتراوح بين إذا كان المشروع ماشي بدون أي توقف أو تلكؤ ممكن إنجازه بخمسة شهور تتمدد هذه المدة نظر شهرين أو ثلاث شهور توصل إلى أقدر أقول لك بين خمس إلى ثمانة شهور كمدة كاملة لإنجاز المشروع بنهاية هذه المدة يكون جاهز تماما للسكن أو للتلبيع نرجع نواصل اللقاء مع مهندس فرات إيريا والسؤال مهم جدا أنا من الناس متشوقين لما أردت إجابة على هذا السؤال فرات ما خبرتكم الطبيلة في مجال بناء البيوت السكنية؟ ممكن تشاركنا في بعض أسرار نجاح أو فشل مثل هذا المشروع؟ طبعا أنا أؤمن إيمان تام من خلال الخبرة اللي صارت معانا بالسنوات الماضية بمساعدة الناس بأن السر الرئيسي في نجاح المشروع يكمن في اختيار فريق العمل المناسب والاعتماد على الأشخاص الصحيحين والمتخصصين وذوي الخبرة في كافة المجالات اللي طلبها المشروع من المستشار العقاري إلى المهندس المعماري المصمم للمشروع تروح إلى المتخصصين في مجال المحاسبة المحاسبين والمحامين اللي راح يساعدون في عملية المحاسبة للمشروع المحاسبة الضريبية وحساب الأرباح طبعا اختيار فريق عمل ناجح هو بالتأكيد راح يؤدي إلى اختيار الأرض المناسبة ووضع التصاميم المعمارية الصحيحة اللي راح يتوفر الكثير من الوقت والجهد والكلفة أخيرا أريد أكد على ضرورة توفير خبرة كافية من لفريق العمل المختار في الموقع أو المدينة المزمع إنجاز المشروع بيها لأنه أنا شفت كثير من المشاريع الفاشلة السبب الرئيسي في فشلها هو أن الناس تعتمد على وكلاع عقاريين أو مستشارين عقاريين من مدن ثانية يجون إلى المدينة ويباعون فقط على الإنترنت ويختارون خيارات خاطئة ممكن تؤدي إلى مجازفة عالية في المشروع ويمكن أنت عندك شوية قصص بهالمجال صحيح؟ يعني أشوفه يوميا شخص ما عنده خبرة في مدينة معينة ينتقل من مثلا تورونتو يأتي يشتري أرض أو بيت لعادة بناءه في مدينة أوكفيل أو بورلينغتون وهو ما عنده أي فكرة عن هذه المدينة ومثل ما تعرف ممكن يكون الفرق بين شارع وشارع آخر إنه ممكن أن تبني في هذا الشارع لكن ليس بالشارع المجاور إليه على بعد مئة متر تكون قيمة الأملاك نصف سعر الأملاك في الشارع الثاني صحيح تماما فتشوف يعني بيت رائع مبني في مكان خطأ لأنه كان اختيار الأرض من البداية خطأ لأنه من تجي تشوف مثلا كيف يشترى هذا الشخص فتشوف أن الخبير العقار الذي يشترى ليه هو ليس من المدينة أصلا مضبوط ولا عنده فكرة فيها ومعرفة هذا الموضوع يأتي بعد دفوات الأوان بعد ما ينعرض البيت الجديد للبيع والناس لا تدفع بي سعر طبعا ويبدأ المستثمر ينصدم بالنتائج يسأل لماذا هذا ما ينباع بهذا السعر؟ صحيح لأنه يشوفون مثلا بهذا الشارع أعلى بيت تم بيعة مثلا بمبلغ كذا ولكن انت جيت بنيت بيت تكلفك ضائف هذا المبلغ فبالتأكيد مرح ينباع وبالتأكيد يكون مشروع فاشل بالنتيجة صحيح الشغلة الثانية اللي ممكن أركز عليها جدا ولي شفناها بكثير من المشاريع الممكن أقول متعثرة هي أنه أنا أنصح المستثمري من اليوم الأول أن يدعد مع هذا الفريق اللي اختاره اللي قلنا مكون من الفريق الاستشاري العقاري والمعاري والمحاسبي نعم أنه يحط الكلفص الكامل للمشروع من اليوم الأول ويتأكد أنه الفلوس متاحة خلال مراحل تنفيذ المشروع لأنه من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل بالمشاريع هو أنه المستثمر يخلص الفلوس قبل نهاية المشروع وتجي المرحلة النهائية اللي هي أحلى مراحل المشروع اللي هي في مرحلة الإنهاءات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة والديكور ويكون البوجت مستنفذ صحيح فهذه مهمة جدا بالنسبة لي صحيح الميزانية طبعا مهمة جدا هذه طيب أخيرا يسألني الكثير من الناس عن الفرق بين البناء على أرض فارغة أو شراء بيت قديم على أرض جيدة في مكان جيد وإعادة بناءه طيب طبعا هناك فرق شاسع بين أنه تشتري أرض فارغة مفروضة من يجوز مساحة أرض كبيرة في ناس تفرز مساحة أرض معينة وتعيد بيعها لغرض بناء بيت جديد وأن تشتري بيت قديم تقوم بهدمة وبناء بيت جديد عليه طيب الفرق الرئيسي يكمن في الخطوات لترخيص المشروع لترخيص مشروع على أرض فارغة تحتاج ما يسمى بـ وكلفة تفرضها البلدية على المشروع لغرض توصيل الماء والمجاري والخدمات والمدارس والمستشفيات وكل هذا طبعا هذه الكلفة توصل بما يقارب بين 70 إلى 120 ألف دولار وهي كلفة مختفية تماما في حالة أنه الشخص يشتري بيت قديم يقوم بهدمة وبناءه هذه تماما ممكن يتجنبها تماما وبالذلك طبعا يزيد من إمكانية الربح اللي ممكن يحصل عليه من مشروع من هذا المدارس صحيح، إذن أنت وجدت نظرك من الأفضل أنه الشخص يختار موقع جيد لبيت قديم على أرض مساحتها ممتازة مما أنه يروح يجيب يعني يشتري أرض فارغة ويعمل عليها مثل هذا المشروع وإذا تذكر من بداية لقانك أن هذه العملية تكون أسهل جدا في الحصول على قرض عقاري للبيوت القديمة لأن الأراضي الفارغة تكون شبه مستحيل الحصول على أي تمويل من البنوك عليها فرات كان شيخ جدا اللقاء معك شكرا جزيلا على هذه المعلومات أعزائي لأي معلومات أضافية بخصوص بناء بيت في كندا، مقاطعة أونتيريو، المدن الرئيسية والتأكيد التي نقوم بها وهي مدينة طورنتو وضواحيها المدن الرئيسية مثل أوكبيرل، ميسي سارجل، برلينغتون، هاملتون أرجاء عدم التردد أن تتصلون بنا، شكرا جزيلا على وقتكم، وتحياتنا، وتحياتنا، وكما يراتنا لكم بكل خير شكرا وشكرا نزار شكرا شكرا